السلام عليكم بنات كداري لبس عليكم باخر كوشي مزيان اليوم حاولت شارك معكم احد الغذيوه زمينا والعشيوه العشاء والاغذة ووركينا لها كتشبه واختبينكم شوية كلي شبه اغا واحد كي شبه تبارك الله وحاولت نشارك معكم هذه الفخيضات هذا وكنتمنى انهم يعجبوكم وبصحتكم وسبقا لجرباتهم اول حاجة احتاجينه في المقادر هادو فخيضات ديالجاج خديت انا وحد نسكيله يعني جاي مني تقريبا ربع ديالبخيضات العطرية كوهار في العطرية اللي كانحتاجوها يعني في الطياب ديال لحم غير هقوها هذه الفخيضات ديالجاجينفي والحال في الخيضات التي ديالجوه في المقلع حيث مرض غيه يطيبو ولا كاسرون ولا فيش ما بغيشو تعارفين الحمد للججج غيه كي طيب ديرتلي هذه الحطرية ديال اللي كنحتاجو الرباع الجومة البزار الخرقوم مو من الحطرية كاملة ديال الطياب ديال الججج اللي كنديروهم غير اهنا مديرش البصلة ما حتاجيتش البصلة مديرها فهد ال حل الوصفة هاتي ديال فخيضات صافي دير شوية زيت العود وشوية زيت البلدية خلطهم شوية وشي تبننوا شوية ايوه هم في نومة ديال بصافي غادي مواجدين مع الطرعين غادي نزيدهم غا شوية ديال الماء ونخليهم يطيبو على خطر خطرهم نتمنى ان هاد الوصفة تعجبكم وما تنسونا شاء البنات لايك 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 الفيديو واشتراك للقناة اللي ما زال ما تشاركوش معانا بالقناة ديالنا ومرحبا بالناس القدام والناس الجداد هذا صافي هو ندرت المرقة ديالي مرحبا بالناس الجداد لنخليه يطيبو ديرتهم اللبوطة ناقصة ونخليتهم يطيبو على خطرهم وانتي مدرت لبص لا لا ولكن عرفت هي ابنات بنينة بنينة هاد والله العادي من البنينة غادي ساول بيعكم ورها وهذا وكتشبع حيث الداخل فيها بطاطة وذلك الشيء سافي تحتاجة احد بطاطة مسلوقت سلقتها هذه والفرماج الحمر الضرب يجبن الى فرماج الحمر فرمج الحمار هو اللي استعملته مع هاته مسلوقة هاته 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 فيديو رازوي هاته 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 رحيد ما اشهدوا نحيق لهم نشاهد انحيق لهم أبل نحيق لهم عدم أجد ملعبا لتحضوري الحم تنجد ملعبا لديهم هذة أعطيت وحاولت نقيهم بمكتشع هذا الصحب لا تشعر لهم هذه الصفعة أجد اعلاك إضافة عبادة لديهم أن تحتاجهم لنجد الأجد هذة أعطيت هذة خيضات ثم نضع على تحتوت الملعب ونضع مخفضة باش نعجلهم مزيان عسهم مزيان بيبديا وصافيان تبقى معايا كانت من هذا الفيديو ان شاء الله ينال الإعجاب دي يكون عرفت هذه الوصفارة زويلة 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 كنت شفتها في حد الفيديو وعجبتني وكنت وضلت نجربها ايوه جربتها وعجبتني وبغيت نشاركها معكم تنتم أنا بغيتوا تجربوها ولا هذا بعدها كان عطي يعني كتشبع شوية أصول مظهر ديال الفخاد كيفانو كيفانو وافين مهمان ضفت بتاطا ديالي والفرماج وضفت علي ذلك اللحم ديال الفخاد هانت يوم فين هنا غدي نزيدوها شوية ديال عطرية تحميرها مويمة غشوية حيث نرى مطيبة اللحم غالى ودك بطيطة وهذا شوية اللي بزارة ودكشية شوية 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 مليحة ودكشية عطرية اللي غدي نحتاجون البزارة تحميرها تخرقوهم مويمة هذك الشي اللي درنا ما مع الفخوضة طيبنا غير حيبنا تشومو والأربع ما درناه مش صوفي من بعد ما غدي نكمل هذ هذ خيلوطة ديالي غادي نمعسها ونشوفوا كيفاش بقيت كلمعسها ندخل مع هذك العطيرية وذك الشي عمستها عمستها مزيان 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 انتي شوف راني وخانق قيته ونزلك ألقى ضيمات شو كنتاش كنتاش أضيم القيته صوفي من بعد هنا معستها شوفوا كيفاش ونشوفوا كيفاش بلت معبططها مسلوقة والفرماج وهاد العويدات وهاد العويدات وهاد العويدة العويدة اللي كانوا حييت منهم ملحا مواجدين عندي خليتهم ما نلحتهم ما هو علوم حيث غا نحتاجهم صوفي غا نبدا نعمر همارا ما بينش كيف اجدت لي موالي كراني بنسان نعمس نجمع هكذا ونضيرهم ذاك العويد ديالله 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 العضومة مرشو شو نسميتهم عضومة بخاض صوفي شكلتهم لهاد الاخر لهاد الشكل هذا لشكل في خيضات هومة هاته صوفي من بعد جبت واحد البيضة وبجقتها بجقتها بجقتها ماء الاخرتها هنا في جبانية و جبت هاد هاد الخبس كارم مو يمكن اللي كيشري كينا أما درسغ خبس كارم طحنته وهذا الشاب اللي كيشري أنا مشريتها أنا درسها مفتل هاد صوفي خديت هاد الفخاضات ديالي اللي صايبتهم غادي ندوزهم في الطحين هانت ندوزهم في الطحين ما بينش مزيان ولكن كراني ندوزهم في الطحين من بعد ندوزهم في البيض في الديك البيض اللي لاخرتها خلطتها بزيان هيا هنا ندوز هنا صافي ندوز في الشاب ليف ندوز كارم مطحون صافي من بعد را ندوز المقلة اللي يحط في الزيت كان تسخن ندوز أغير هو واحد ومعها رض ضغية كي طيب ضغية يعني لكانت البوطة الجهدة والزيت الصغير رض يتحرق لكم يعني حدا ومعها نقص البوطة بيتكون كتقليوة صافي ايه كين كين شوو مش حاجة صافي هنا صيبتها بزيان هان تشوفو صافي من بعد ندوز نضع في الكاسر الزيت الشي الزيت را كان عندي سخون صافي ضغية نقلبها حيث را نتحرق اليد ضغية لكتتحمر صافي من بعد ها هي ها الأول صافي صافي من بعد نقلب الطيطة ديالي قليت بطيطة بحيث شوية مهم ذا الفخوضة را كملتهم ذا الطريقة اللي وردتكم اول وحدة بحال ذا الشكل مبغيش نطول الفيديو بحال ذا الطريقة بحال ذا الطريقة صافي من بعد قليت شوية البطاطا باش نزيدها مع الفخيضات صافي وهاي الغداء ديالنا وجد أنا كدرتهم في الغداء صافي هدو من الفخيضات ديالي طيطة قليتها معاها واحد شوية ديال صافي هدو هدو سوف بطاطا مسلوقة وفرماج وهدو خطوك محر وكانتمنى ان هناك فيديوين الاعجاب المترجم وننسى من لايك لايك الفيديو والشترك ما تشتركوش وشكرا لكم وشكرا لكم بزا 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 شكرا